اهلا بكم الناس على التوجه الى المراكز الانتخابية ضعف الاقبال الذي شهدته معظم المحافظات العراقية اجبر كذلك رجال الدين من الشيعة والسنة على حث الناس على المشاركة في هذه الانتخابات لكن هذه الدعوات لم تغير ايضا من المعادلة شيئا فقد اكد فريق المراقبين البريطاني ان نسبة المشاركة في هذه الانتخابات لم تتعدى التسعة عشر بالمئة وهي النسبة المئوية نفسها التي تحدث عنها الناشطون العراقي اتهام الكيانات السياسية لمفوضية الانتخابات بالتزوير والتلاعب باصوات الناخبين فضلا عن تبادل الاتهامات بين الكتل نفسها اضطر سليم الجبوري رئيس البرلمان لدعوة البرلمان لعقد جلسة طارئة بحضور مفوضية الانتخابات المشهد السياسي في العراق بعد الانتخابات البرلمانية هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية ما هي الاسباب الحقيقية لهذا التغيير الحاد في المزاج الشعبي العراقي تجاه قوى العملية السياسية وهل توقعت هذه القوى ان تكون نسبة الرفض والمقاطعة الشعبية للانتخابات البرلمانية بهذا المستوى الكبير وهل سيدشن هذا الرفض الشعبي الصارخ والحاد لجميع قوى العملية السياسية مرحلة جديدة من المواجهة مع هذه القوى تختلف عن ما سبق وكيف يمكن التأسيس على هذا الرفض الشعبي الواضح لمشروع الاحتلال السياسي لمشروع وطني للإنقاذ ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني أحمد الأبيض أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي ستبحثوا في المشهد السياسي العراقي في مرحلة ما بعد الانتخابات ضيوف الطاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام فيهات علماء المسلمين وسيكون معنا أيضا الكاتب والمحل السياسي الأستاذ أحمد الأبيض مرحبا بالضيوف الكرام جميعا اياكم الله لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي دكتور مما تأكد من مراقبين دوليين والناشطين أيضا داخل العراق وجهات محايدة أن أكثر من 80% ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ 12 من هذا الشهر كانت نسبة العازفين أو الذين رفضوا الدهاب هو 80% هل يؤذن بمرحلة جديدة هذا العزوف بمرحلة جديدة من المواجهة الشعبية مع العملية السياسية وقواها مرحلة جديدة بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ ماجد أكيد عندما تقرأ دلالات ما حدث من عزوف وعندما تضع هذا الرقم الرقم الكبير 80% من الشعب العراقي فقط 20% من الذين يحق لهم الانتقاب هم من ذهبوا وأدلوا بأصواتهم 80% عزفوا عن الذهاب عندما تعرف أن 24 مليون عراقي يحق لهم كانوا التصويت الذين ذهبوا الانتخابات لا يتجاوزون لأربع ملايين لأربع ملايين وربع مواطن رقم كبير جدا 20 مليون عزفوا طبعا المفوضة تحدثت عن 44% ونص من الذين يحق لهم المشاركة شاركونا هذه حقيقة كذبة واضحة ومفضوحة ومضحكة في نفس الوقت كانت واضحة جدا عملية رفع هذا الرقم رفع سقف الرقم المشاركة لكي تبدو للآخرين أن هناك مشاركة وأن الشعب مؤمن بهذه الديمقراطية مؤمن بهذه العملية مؤمن بالتغيير الذي تحدثوا عنه هذه كذبة واضحة ولا يستطيعون تغطيتها والشمس لا تغطى بغربال مثل ما يقال الحقيقة هذا الرقم هذا العزوف هذا الرقم الكبير له دلالات كبيرة جدا وبالتالي هذه الدلالات لا بد أن تنعكس عفوا لا بد أن تنعكس على الواقع القادم يعني الآن أغلب الشعب العراقي في حالة ترقب ماذا ستسفر عنه هل سنعود إلى نفس ما كنا عليه وبالتالي على الشعب أن يتخذ خطوة أخرى أكثر قوة وأكثر جرأة وأكثر حسما الواقع الحالي الذي حصل في العراق منذ عام 2003 إلى حد الآن الشعب العراقي اتخذ خطوة برغم أنه هناك الآن من يتحدثون أنه الذين قاطعوا الذين عزفوا عن الدياب هؤلاء كانوا يعني ضد الديمقراطية سلبيين سلبيين هذه كذبة كبيرة وهذه محاولة للتضليل محاولة للتشويه الصورة الشعب لديه قناعة غالبية الشعب العراقي لديه قناعة أن هذا الطيف السياسي الذي حكم العراق من عام 2003 إلى حد الآن لا خير فيه لن يؤدي شيئا وهذه القناعة من أين أتت القناعة من عملية التحريض على المنهج الديمقراطي على التغيير أم من واقع عايش الناس تكورت هذه القناعة كيف لا واقع لا يحتاج مصطع السنة العراقي يعيش في مسات كبيرة العراقي يعيش في وسط فساد في وسط خراب دمار هناك اتهامات أنه هناك من يحرض على النهج الديمقراطي على التغيير على العملية الديمقراطية عملية التحريض وشيطنة مستمرة هذه قضية نتحدث عن ديمقراطية في بلد هو واحد من أكثر خمس بلدان في العالم فسادا واحد من أكثر بلدان العالم تخلفا انهيارا بالخدمات لا يقدم خدمات أمنيا هو بلد خارج الأطر والمعايير الأمنية المتبعة في كل العالم بلد مستباح سيادته غير موجودة استقلاله غير موجود صراعات طائفية صراعات عرقية إرهاب دول مخابرات أجهزة مخابرات تتصار على ساحاته دول كاملة يعني مسيطرة على أجواء وعلى أرضه خياراته مسلوبة وبالتالي أنت تتحدث عن بلد غير موجودة هوية ضائعة وبالتالي الواقع الموجود في العراق لا يحتاج لا إلى تحريض ولا إلى شيطان أبداً 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 نهائياً لا يحتاج الأستاذ أحمد الأبيض مساء الخير أستاذ أحمد أهلاً أهلاً علينا وعليك إن شاء الله أشكرك هذا الإحجام هذا العزوف هذه الصفعة كما ذكرها أو هذا الوصف طبعاً مرجع إلى أحد شركاء العملية السياسية 11% بعد 15 سنة من الديمقراطية بما يفسر كيف يقرأ أنه 19% فقط شارك هناك من يتحدث أقل من 19% نعم أحياتي لك ضيوفك تعديك الكرام شكراً جزيلاً حقيقة أسفست مرحلة جديدة في الواقع العرافي نحن نكتب وكننا يعني الهدايات في حركات الشعبية اللي كانت تحصل قبل أن تخطط من جهات محددة معروفة كنا نلحظ أن الشعب العراقي غير قادر الآن في هذه المرحلة أن يسوق ثورة كاملة تستطيع تغيرها على المؤلم ولكن في آخر المطار كنا نتفع بالتجاه معظر عنها الثورة ثامثة أو الثورة التلبية اللي تتكر فيه عنوان الآن هذه المرحلة المرحلة للانتخابات هو عنوان المقاضعة والرفض ما جهات قاضعة ومجتمعات كبيرة عن مقاضعة بسببها وليأثر ولكن منالك منوان الرفض اللي يتمثل برفض الانتخابات بشكلها الحالي وهي تعبط أنه العامود الأساسي لهذا النظام السياسي وبالتالي هذا الرفض الآن بدأ يكون داخلين إذا نستحدث بكل صراحة رفض كات يعني من عام الثاني والثلاثة إلى سنوات حتى الآن كان رفض طارج في هذا الرفض من دول جهات يعني الراقية تكون طارج الراق ولكن دبط الرفض بشكل مباشر إلى داخل الراق وبدأ يستثب مساحة الرفض هذه الحقيقات لا تحضر عنها أقام المشاركة في انتخابات مساحة الرفض هي ممكن جراءتها من الواقع المؤمن المساوي الراق الذي كان يسجن البعض بأنه هذا المساوي سياسي كان ممكن أنه يكون ضائف على حساب بعض شركاء العملية السياسية إذا سمحت بعض شركاء العملية السياسية أنحى باللائمة على القطاعات العريضة من الناس الذين رفضوا المشاركة أنه هؤلاء أو هاي المشاركة مشاركة عدم المشاركة عفوا عدم مشاركة سلبية أو موقف سلبي أو سلوك سلبي غير مسؤول لم لم ينظر إلى هذا العزوف إلى الزاوية التي تتحدث عنها جنابك الكريم الآن أنا أنا ضد ذكرت أن يتولى أمر إنسان آخر ولكن أشير إلى ما يعني ما ذكرت يعني لاندعية النجف قبل تقع الانتخابات وكان واضح كانت في كل المحطات تتبع الأساس وتتوجب المشاركة أنا بشكل شرعي ورد الوطني ولكن في هذه الاتخابات يبدو هي تشعرت أنه رفض وحالة رغبة الأساس لذلك تركت الأمر كحق وهذا هو إنسان يكون من البدل هذا معشرة ذاتي معشرة أرقام ثلاثة لا يعني ذلك بدلال بدلال على الآن ضحضت مضيوغ كثيرة رغم محاولة تجوين ومشاب ذلك فأتضر قول كما يقابل كيف تغير ركالة الأساسية لطلاب السياسة وليس أرثة نفكر هذا نحاول فقط الآن لغير ما يشتوق عليه رغم ألمنا من الشعبات ولكن تعبير النتيجة النهائية تعبير الشعب الأراج لمن شارك لمن رفض هي معادلة وطنية بحسن في أجباع في أجباع مستبيدين من هذه الجهة الحزبية وفي الصحيح ولكن دولا لا ينمسلوا خالطة الهوية الحقيقية الأراجية الآن ويحصل في حق الأراج فيوصل بعض محاولة حياء الهوية الوطنية لا أحنا نقول هي محاولة تجع هذه الهوية من هذا يعني العزيز من الوطن وبالتالي ما لن لعاة وياغ وانعاش المجدار الوطن العراقي ما رح نتحدث عن ثورة نرجوها يعني قد تكون في عقر المطاق بسأكيد سوف تحصل أدعيا الذين يرضى الألمية المتلونة والمتعجدة لا عليهم أن يرضوا بنفسهم على الصمتة ومغراياتها أو بنفس شرك البساد والإستان ولذلك الحقيقة نحن نحن قد يجب في عدرات الواقع العراقي مرة أخرى في حالة من العقل منفتح وهذه عدرات يجب التكون على فاتح النساتيين مدى التأثير الخارجي في الوضع العراقي كله وليس في الوضع السياسي وما تأثير الصراعات الحاصلة كانت تكتير أو حقيقية على هذا الواقع وتأثير على تفتيك وحدة الوطن بجتمعيا وسياسيا يجب قروض سيار شعب المعارض أو نعمل على فرق سيار شعب المعارض في أرض العراق هذا السيار الحقيقة يجمع ونفت وكطاءات العراق التي عزفت والتي أكطية وبالتالي هي موجودة بواقع العراق ولكن بكل الوطن يتحق السياسي ولذلك هذه دعوة لكل المجتمع أن لا تبقى في السياسي تنتقل دونها رؤيها وأن تطرح الخدود نعم نعم أشكرها دكتور عبد الحميد العاني يعني منذ تأسيس هذا المشروع في 2003 بعد الغزو الأمريكي جوبه بمقاومة مسلحة ثم تظاهرات ثم اعتصامات ثم استمرت التظاهرات بعناوين مختلفة ضد الفساد ضد الطائفية ضد المحاصص أو ما إلى ذلك الآن هذا العزوف 85% عزوف عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية هل هو نمط جديد من المواجهة أسلوب جديد من المجابهة مع قوى العملية السياسية وبالتالي هو مستند إلى تجربة تراكمية من المواجهة مقاومة مسلحة حراك سلمي تظاهرات وما إلى ذلك نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولي الضيوف الكرام وجميع المشاهدين فعلا هي هذه تأتي خطوة ضمن سلسلة كبيرة وطويلة من تجارب الشعب العراقي لرفض هذا المشروع وهذه العملية السياسية وتراكماتها جاءت أيضا بسبب ما ذكرنا سابقا أنه بسبب إخفاق هؤلاء الذين مارسوا هذه العملية السياسية ولذلك يجب أن نركز على قضية مهمة هنا ربما أنت مررت عليها قبل قليل أن هذا العزوف عن الانتخابات هو ليس تكاسلا هو ليس فقط قضية اللامبالات وإن كان هناك نسبة من الشعب ربما يتميز أو يتصف بهذه الصفة لكن الغالبية من الذين قاطعوا هذه الانتخابات إنما عبروا عن موقف موقف رافض لهذه العملية السياسية بجملتها ولغالبية الوجوه الموجودة بسبب إخفاقاتهم وبسبب إخفاق هذه العملية التي قامت على أسس باطلة ولذلك هو موقف جماهيري يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار ويجب أن يبنى عليه فيما بعد خطوات لاحقة لبلورة فعلا مشروع وطني نحن بحاجة في العراق إلى تغيير ودائما نقول التغيير يجب أن يكون تغييرا جذريا فإذن يجب أنه نقرر هنا أمر أن هذه المقاطعة هو تعبير عن موقف سياسي جماهيري يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار ما من هنا لا يعني نتعجب من الذين بدأوا يحملون المقاطعين أو يعلقون عليهم شماعة فشلهم وإخفاقهم هنا فبدأوا يتهمون المقاطعين بأنه تكاسل وبأنه عزوف وإلى آخرها بحقيقة الأمر في إطار العمل ما يسمى بالعمل السياسي الحر أو التي يعبرون عنها بالديمقراطية من حق المواطني أن ينتخب أو يقاطي المقاطعة هو نوع من أنواع الحقوق لأبناء الشعب فلماذا يصادر هذا الحق لأبناء الشعب العراقي حينما مارس حقه ويصف بالسبية وماذا لماذا لا تحترم هذه الإرادة وبالمناسبة هذه المقاطعة كانت عن قناعة وحينما طبعا هذا ليس تحليلا وإنما من واقع ما صرح بها هؤلاء المقاطعون حينما قالوا نحن لا نريد أن نكون شهداء زور نحن لا نريد أن تذهب أصواتنا للقائمة لأنه في إطار القانون الانتخابي هنا الأصوات لا تذهب فقط إلى الشخص المنتخب وإنما تذهب إلى كل القائمة فبالتالي أنت حينما تمارس هذا الانتخاب وتنتخب هذا الرجل على فرضية شرفه ونزاهته ووطنيته إلى آخره لكن أنت في نفس الوقت أنت ترفع من قيمة الآخرين في هذه القائمة أنت ما تسهم في أن تجعل هذه القائمة التي هي خاضعة إلى الإرادات الدولية والضغوط الدولية والصراعات الدولية فالمواطن حينئذ حينما أدرك هذا كله قال وقرر أن يقاطع عن قناعة إرادة أو نية التغيير هذه قناعة يجب أن تحترم ويجب أن يبنى عليها طيب دكتور رافع الفلاحي هل تتوقع أن القوى العملية السياسية يعني كانت تتوقع هذه النسبة الكبيرة أم أنها شكلت صدمة لها ولم تتوقع ربما كانت تعتقد أنها يعني تشير بالاتجاه الصحيح أو أنها في إطار معالجة الخلل أو الفشل الذي طبع كل مسيرتها السابقة بالقياسات العقلية والعاطفية الوطنية والقياسات ما حصل خلال 15 سنة مضت ما حصل كان وضعا طبيعيا نتيجة طبيعية هذا العزوف نتيجة طبيعية يعني شعب مثل ما تحدثت قبل قليل وكنت تسأل أخي الدكتور عبد الحميد عن أنه الشعب قاوم مقاومة بالسلاح قاوم بالتظاهرات بالاعتصامات وصولا إلى هذه الحالة وكجزء من مقاومته وضع طبيعي جدا أن يعزف الشعب بعد كل هذه الكارثة التي حلت به يعني يعبر عن وجهة نظرة بهذه الطريقة اختار طريقة عبر بها بهذه الطريقة كلش طبيعي وكان متوقع وانا قلت بالقياسات العقلية المنطقية الوطنية طبيعي جدا لكن عندما تسني عن قوى أحزاب قوى وأحزاب حاكمة للعراق هل تفاجأت هذه ليست لها قياسات عقلية ومنطقية وليست لها قياسات وطنية لذلك تفاجأت هي تعتقد أن مجموع الشعب هذا استطاعت أن تقوده استطاعت أن تسيطر عليه استطاعت أن تدفعه إلى الزاوية التي تريد لذلك كانوا يتحدثون يعني حتى قبل الانتخابات أحدهم موفق الربعي قال إذا اضطرنا أن نسحب المواطن سحبا ونأتي به إلى الانتخابات كانوا يتحدثون بهذه الطريقة عندما شاهدوها الحقيقة تصريحاتهم فيما بعد دلت على أن المفاجأة كانت عميقة وكبيرة بالنسبة لهم البعض منهم بكى البعض من عندهم استغرب البعض منهم لامى العراقيين البعض من عندهم شتم حتى الشعب لأنه لم يشارك في هذه قضية لأنه قياساتهم غير عقلية غير وطنية غير منطقية قياسات غريبة عجيبة يعتقدون أنهم استطاعوا بالمال هذا اللي سيطروا عليه المال الحرام مال الشعب بالقوة الغاشمة بالميليشيات بهذه القوة يعتقدون كانوا أنهم استطاعوا أن يمتلكوا العراق فبالتالي هذا الشعب من كثر الماسي من كثر الضيم اللي يوقع عليه استطاع أن يكسروا عمود الفقري لم يستطع قادراً على الحركة عندما يواجهون بهذه الحركة بهذه الطريقة يعيد إلى أذهانهم مواجهة الشعب لهم يوم 25 شباطل في أنه داعش عندما خرج الشعب في 55 مدينة يتظاهر ضدهم ويطالب بإسقاط العملية السياسية هكذا يرون الأمر بهذه الطريقة يعتقدون أنها مفاجئة وهي ليست مفاجئة هي واقع طبيعي ومنطقي وحصاد طبيعي لما زرعوه زرعوا هذا الخراب والشعب رد عليه بهذه الطريقة واحد من ردود الشعب لكن السؤال ربما يطرح نفسه الآن هل سيتوقف الشعب عند هذه الخطوة أم سينتقي إلى خطوة أخرى سنتحدث عن هذه القضية هل انتهى المطاف عند قضية المقاطعة أو العزوف أم أنه ربما سيبنى على هذه المقاطعة مواقف أخرى إذن نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة عن المشهد السياسي في العراق ما بعد الانتخابات البرلمانية ونسبة العزوف الشعبي الكبيرة فيها إذن فاصل ثم نعود ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة نايلسات على تردد 1-2-3-80 أفقي ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي تبحث فيها المشهد السياسي في العراق بعد الانتخابات البرلمانية ضيوف الطاولة دكتور رافا الفلاح الكاتب الباحث السياسي العراقي دكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلان فيها تعلماء المسلمين وكان معنا عبر الهاتف الكاتب والمحل السياسي العراقي الأستاذ أحمد الأبيض الذي غادرنا مشكورا شكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا الأستاذ أحمد الأبيض دكتور عبد الحميد العاني يعني إذا كانت كل هذه المؤشرات والمعطيات على الأرض تقول بأن الغضب الشعبي بلغ مدى ما لم تددارك قوة العملية السياسية نفسها ومشروحها على الأقل مشروح السياسي وشروع بخطوات للإصلاح التهدئة إذا كان ثمت إصلاح هل تعتقد أنها التقطت الرسالة رسالة العزوف الشعبي الآن ويعني وعت محتواها يعني قبل الإجابة على هذا أو حتى ممهد له أولا المشروع الأمريكي لإرادة الأمريكية ونظرتها إلى المشروع العملية السياسية التي نعدها هي جزء من مشروع الاحتلال هي تنظر إليه على أنه يجب أن يتسير هذه العملية مع كل الأخطاء التي تحدث مهما على العوار على كل عواهنها يجب أن تسير بغض النظر عن كل هذه الأمور هذا أمر الأمر الآخر وهو مهارده لكن عدم الاتفاة إلى كل هذا هذا الغضب الشعبي لا يهمهم قد يكون فيها مقتل لهذا المشروع لأن علاقة الموجة نظر أصحاب المشروع أصحاب المشروع يعولون دائما على منطق القوة والقوة الحديدية وضرب اليد الحديدية على طريقة الأرضمة الاستبدادية هكذا هم ينظرون إليها ويتعاملون معها ثانيا هم يعولون أيضا على الأدوات الأدوات التي موجودة عندهم والتي تخدع هذا المشروع أيضا ولا زادت يعني هي اعترفت أن هذه الأدوات نحتحدث عن أدوات هي مشاركة في احتلال العراق يعني كانت ما يسمى بالمعارضة التي هي مهدت للاحتلال وقالت الإدارة الأمريكية أن هؤلاء خدعون ببعض الأمور على كل هؤلاء الأدوات أيضا نسأل هذه العملية أو الأصحاب المشاركين الآن بالعملية السياسية كيف نظرتهم إلى أمناء الشعب العراقي هم ينظرون إليه على أنه صوت انتخابي دوره يكون فقط في مرحلة الانتخابات يدلي بصوته ثم يذهب وهذا الصوت الانتخابي بالإمكان هكذا يعتقد السياسي العراقي الحالي في العملية السياسية بالإمكان لهذا الصوت الناخب أن يشترى وأن يخدع ولذلك لا يبالي بعد ذلك وإذا لم يأتي هذا الصوت الانتخابي يشتم أو يزور طبعا ويشتم في نفس الوقت وهذا ما حصل وهذه الحقيقة هذه المرحلة من المرحلة الانتخابات قد كشفت الكثير وأظن الرسالة الأكبر هي وصلت للشارع العراقي الشارع العراقي اليوم الذي نقاط عن قناعة أنا لا أسميه عزوف أنا أعود وأقول هي هو موقف بقاطع والموقف معناف عن إرادة لكن دكتور السؤال هل هذه الرسالة الشعبية وصلت إلى القوى الإقليمية والدولية هذا الذي نريده لقوى العملية السياسية المشروع السياسي هذا ما يجب لأنه نحن قد مثل ما يقال في الكلام العراقي يقول غسلنا إيدنا من الطبق السياسي الموجودة لكن على الأقل للمحيط الإقليمي هنا له إدارة وله مراكز وله قرار وله قراءة يفترض أنه يكون هذه قراءة لما حصل اليوم تكون قراءة صحيحة وأنه يجب أن يبني على ما حصل اليوم موقف جديد وأن يتراجع عن موقفه السابق الذي كان يراهن فقط على هذا المشروع وعلى هذه العملية بغض النظر عن ما يجري وما قد جرى سابقا التغيير كان مقتنعا وهكذا أراد من الجميع وضغطت هذه الكثير من الدول ضغطت على الجميع لأنه يجب القبول بالمشروع السياسي الحالي وعدم التفكير بأي طريقة من طرق التغيير الأخرى حتى لو كانت الطرق أو لإرادة الجماهرية اليوم 80% من من يحق له الانتخاب قال قولته بهذه المقاطعة فبالتالي في إطار ما يسمى بالعمل السياسي الحر ألا يفترض أن ينتفت إلى هؤلاء ألا يفترض إلى من يعبر عن إرادة هؤلاء وهي القوى الوطنية التي من البداية إلى الآن تنادي بهذا الأمر وقد توقعت واستشرفت مثل هذه النتيجة نعم دكتور رافع الولايات المتحدة الأمريكية جاءت بـ 200 ألف جندي لما سمتها طبعا إحلال الديمقراطية رفع المظلوم إزارة الدكتاتورية في العراق الآن 85% من هؤلاء الذين كانوا مظلومين وجاءت أمريكا لرفع الظلم عنهم الآن كان موقفهم ماضح رفضا لهذا المشروع رفضا لهذه القوى التي الآن التي تحصت هذا الحكم من 15 سنة إلى اليوم هل تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن توقفت عند هذه القضية قضية العزوف 85% أولا أستاذ ماجد يعني واقع العملي الولايات المتحدة كل القوى الغربية كل القوى العظمى تتوقف عندما تواجهها قوة تعتقد أنها قادرة على أن تفعل شيئا يعني قوة تظاهر فقط أو قوة ترفض المشاركة وتقف عندها هذا الحد لا تهمها حقيقة هذه لا تشكل عندها شيئا لأن المشروع ماضي في طريقة العربات على السكة وما زال القطار ماشي في طريقة سار إلى محطاته بشكل طبيعي عندما يقطع الشعب السكة يرفع هذه السكة ويوقف القطار هنا يبدأ التراجع عند هذه القوى وتعترف بهذه القوى التي رفعت السكة وتضطر إلى الاعتراض بهذه القوى هكذا هو حال السياسة الغربية والسياسة الأمريكية في العالم كله أمريكا من 2003 لحد الآن وكل القوى العملية السياسية تحاول التضليل بين قضيتين ونحن نتحدث في صلب هذه القضيتين قضية الإصلاح وقضية التغيير الكل اليوم يتحدثون في التغيير ويقصدون الأصلاح يجب أن نغير لكنهم عندما تسألهم ما هو التغيير يقول لك يجب أن نرفع ما أعرف منه نغير الهيئة العليا للانتخابات نجيب تكنقراط نجيب ما أعرف منه وبالتالي هناك خداع والبعض من الشعب ينخدع بهذه القضية هم يريدون التلقيع الإطار الأساسي يبدو أنها ما عادت تنطلي وذلك الناس لم تخدع 85% لم يصدقوا لم يصدقوا لكن الآن إحنا وين ماضين البعض من الشعب الآن ينخدع أو ربما مضلل الآن هناك قوى برزعت على الساحة وتتحدث عن التغيير وهي تقصد الإصلاح لأنه لو كانت تتحدث عن التغيير فعليا يجب أن تقول ما هو التغيير ما هو شكل التغيير ما هو المطلوب للعراق العراق هناك إطار مدمر هناك مشروع مدمر للعراق وضع عام 2003 وماضي في طريقة إذا لم يرفع هذا لم يزال هذا الإطار فلا تغييره موجود هناك إصلاح هناك ترقيع ما حدث دعني أذكرك أذكر الجميع ما حدث في تظاهرات المليونية التي عبرت كنا نتذكر عبرت جسر الجمهورية ودخلت إلى المنطقة الخضراء نعم كانت تهتف بالتغيير وماذا تريد؟ تريد تغيير هيئة العلية الانتخابات ماذا تسمى؟ فوضية الانتخابات فوضية الانتخابات هل هذا يعتبر تغييره؟ إذا غيرت مفوضية هل مشكلة العراق في مفوضية الانتخابات؟ مشكلة العراق بالعبادي والمالكي بهذه الوجوه أم بالإطار الذي يسمح بتحرك هذه الوجوه وبقدرة هذه الوجوه على التأثير على كل شيء على امتصاص العراق على سرقة العراق على ضياع حقوية العراق القضية بالإطار فالآن نفس الحديث الآن هناك قوة فازت بمقاعد ما أعرف منه وماضية إلى التغيير هذه إما أن تكون البوصلة عاطلة فستؤدي مثل التظاهرات مثل هذه التظاهرات التي دخلت المنطقة الخضراء وخرجت إلى إلى ساحة الاحتفالات في وقتها وعادوا إلى بيوتهم وكأن شيء لم يكن لم يحدث شيء وريد حكومة تقنقراط ماذا تفعل حكومة تقنقراط ماذا يفعل فلان خبيرا ليش هذه الحكومات اللي موجودة ما كانوا بيها ناس خبراء وتقنقراط ما كانوا موجودين كانوا موجودين ناس يمتلكون شهادات ملكن مزورين ملكن معدهم شهادات لا قسم بيهم شهادات وشهادات عليا لكن ماذا فعلوا كانوا جزء من هذا الإطار المخرب المدمر الفاسد الخرب لم يرفع هذا الإطار فلذلك الآن المشكلة هذه أمريكا الآن لا يهم هذا الموضوع لأن الحديث يجري أيضا عن التغيير ويقصد الإصلاح والإصلاح مقبول وفي نفس الإطار تركيع مفوضية نرفعها ما أعرف منه نجيب نجيب حكومة تقنقراط نجيب واحد ما أعرف منه حديثا نجيب لنا واحد شكل جديد نرجع ذول اليوم لكنه في نفس الإطار نفس الإطار نفس الإطار المخرب فلذلك لا تغيير هذا الترقيع لن يؤدي إلى شيء البوصلة إما أن تكون عاطلة أو مفقودة أساسا ماكو بوصلة فأنت أهدافك مش أوش أوه أهداف غير واضحة وغدافة الحقيقية مهمة مستحيلة للناس أن تنسف هذا الإطار هذا الإطار الذي تدعمه أمريكا والعالم وإيران وميليشيات أن الحراك الشعبي ينسف هذا الإطار يقتلع من جدوره أنت عندما تقرأ تاريخ الشعوب قوال قرون ستجد أن هناك أطر أكثر دموية من هذا الإطار أيضاً حصلت وقتلعت والشعوب اقتلعته ماذا يفعل الشعب ماذا يفعل الشعب يعني إذا كان الشعب سيسكت عن حياته ويسلم حياته ويسلم كل مقدراته لأنه غير قادر هذه كارثة كبيرة وشعب العراق هذه بس الشعوب من العبيد وشعب العراق ليس من العبيد حش الشعب العراقي هذه شعوب العبيد ممكن أن تستسلم وممكن أن تقبل بهذا الوضع لأنه عبيد وخلص وهم أسيادهم يقولون هكذا هذا الشعب العراقي ليس هكذا شعب الثورات وحال حش شعوب العالم كلها وعلى أيضاً ذكر الإطار دكتور عبد الحميد العاني قوى العملية السياسية كانت عندما تعير من القوى المناهضة الاحتلال أن لا شرعية لها هذا النظام بنية على شرعية غزو على غزو لا شرعية له وقام على أسس كاذبة وزائفة كان يدافع هذا النظام أن شرعيته مستمدة من الصندوق من الشرعية الشعبية الآن في ضو هذا المعطى 85% رفض الذهاب إلى الانتخابات عزف عن المشاركة حالة إحباط حالة غضب هل هذه الحجة ما زالت مقبولة أن النظام يستقي شرعيته من الصندوق يعني هذه الانتخابات حقيقة هذه المرحلة كشفت كشفت الكثير من الأمور وأسقطت كثير من الأقمعات منها هذا ما ذكرته قبل قليل وهو فقدان هذه الشرعية التي كان يتبجح ويتحجج بها هؤلاء السياسيون الذين هم يعلمون جيداً ويعلم الشعب العراقي أنهم فرضوا فرضاً وذكرنا أكثر من مرة أن من يتابع هذا المشروع منذ الاحتلال إلى الآن يرى أن ذات الوجوه التي يعينت في مجلس الحكم تعيناً هي نفسها مستمرة وأعني بالوجوه ليس شرط الإسم فلان وفلان أتكلم عن قوائم أعفواً أحزاب وكتل هنا هي المسيطرة منذ البداية إلى الآن لذلك هذه المرحلة قد كشفت هذا الأمر وفضحت المستور وبات مكشوفاً للجميع أنه الكلمة الأساسية أو الشرعية الأساسية للشعب العراقي وفضلاً عن هذا التزوير يعني طبعاً في كل المراحل السابقة كان هناك عمليات تزوير لكن هذه المرة كانت تزوير على قدم وساق وربما فضح أكثر مما قد توضح في المرات السابقة والنسبة الأدنى من المشاركة أيضاً يعني كل النسبة المتدنية في المشاركة والمناسبة والنسبة العالية في التزوير والنسبة العالية من التزوير حتى فيما يسمى بالتغيير لأن هناك ذكر الدكتور قبل قليل كنوع من الخداع في إطار الترقيع ربما الآن يركض البعض على ما يسمى بالتغيير الوجوه يعني هناك بعض الوجوه ظهرت أو صعدت إلى البرلمان بهذه الانتخابات المشوهة العرجاء فيقول أنه حدث تغيير هذا ليس تغييرا حينما يصعد مجرم يصعد فاسد يصعد مشهور من قادة البليشيات هل هذا تغييرا هذا تغيير سلبي حينئذ يجب أنه ينظر إلى هذه المسائل نظرة عقلانية منطقية ويجب أن تعاد قراءة المشهد العراقي قراءة صحيحة في إطار ماذا نريد هل نريد استمرار هذا الإطار الذي على عواره على فساده على ما سيتي بالمناسبة الآن لنتكلم عن بلغة أيضا الأرقام كما يقال الآن يعني تغيير وتكنقراط وغيره إذا بقي نفس الإطار الذي ذكره الدكتور الآن وجاءت هذه الكتلة حصتها هذه الوزارة وجاءت بتكنقراط كوزيرا لها نفس القانون الذي يحكمه وهو أنه هذه الوزارة حصت هذا الحزب وهو هذا الحزب قد دفع مليون دولار للانتخابات ويجب أن يجنيها من مراء هذه الوزارة إذن الفرق أنه أو أن كنت تماما اشترت هذه الوزارة الوزارة السابق لم يكن تكنقراط يعني السارق سيكون سارق تكنقراطي فقط إذن ربما سيكون يعرف كيف يسرق فقط يعجب أن ينتبه الشعب العراقي ولا ينقدع ببعض الشعارات التي هي تشوه الحقائق وتلتف على إرادته والكلمة الأولى والأخيرة الشعب العراقي سألت سؤالا مهما وأنا أقول وأكد على ما قاله الدكتور الشعوب أسقطت إمبراطوريات عريقة فالكلمة الأولى والأخيرة للشعب بشرط نعم إصراره وإدراكه ومعرفته إلى أين يسير دكتور هل بقي شيء في جعبة شركاء العملية السياسية بعد 15 سنة وفي ضوء ما جرى لإقناع الرأي العام في العراق أن يعطوا فرصة أخرى وأن رسالة الناس العازفين عن انتخابات قد فهمت هل من الممكن أن يعطوا فرصة هذه الفرصة لو أعطيت لقوى العملية السياسية قد تقدم شيء مختلف عما جرى في ضوء معطيات كثيرة ومتغيرات كثيرة في داخل العراق وهرجع هم أستاذ ماجد لا يبحثون عن إقناع الشعب الحقيقة هم لا يبحثون عن فرصة من الشعب لكي يقنعوا الشعب بما يريدون أو ببرنامج أربع مليارات دولار صرفت على دعايات انتخابية لإقناع الناس دكتور وفشلت هذه القضية هم يريدون الآن إقناع القوى المتحكمة بهذه الانتخابات إقناع إيران أمريكا إيران بركته قالت جاي جداً انتخابات نعم هم يريدون إقناع هذه القوى بأنهم الأكثر قدرة على تقديم الخدمات لهذه الجهات لذلك يريدون إقناع هذه الجهات لكي تعتمدهم لا تعتمد غيرهم هم لا يهمهم الشعب هم يعتقدون أن هذه الجهات الخارجية إذا ما اعتمدتهم لحكم العراق فإن كراسيهم مؤمنة وهذه القوى قادرة أن تحميهم وهي قالتها لهم قالت أنه أنا متحكمة وإلا ماذا يحدث اليوم يعني ما الذي يحدث إيران تبعث قاسم سليماني هم يقولون انتخابات حرة والعراق حر وبالتالي نسمع ونشاهد لقاءة قاسم سليماني مع هذه القوى لكي يؤلف توليفة كاملة للحكم العراقي والأمريكان يبعثون مبعوثا لهم لكي يؤلف توليفة أخرى بهذا الشكل هذه اللعبة واضحة والشعب العراقي شهدت هؤلاء الذين في العملية السياسية لا يهمهم الشعب حاولوا خداع بهذه الأربع مليارات اللي يصرفوها تعال الانتخابات ما يجل الانتخابات الآن هم يبحثون وهم يعرفون مع هذه الأصوات أن هناك قوى خارجية التي تتحكمية التي تؤمن لهم كراسيهم الآن انتهوا المفارقة دكتور أن كل الشركاء العملية السياسية وقواها تتحدث عن تحالفات وتشكيل الحكومة ولا كأن هناك معطى في العراق حدث 85% مقاطعة نعم هذا الذي أقصده لذلك لا ينظرون إلى هذه القضية هذه القضية لا تعنيهم القضية التي تعنيهم وأمام عيونهم نصب عيونهم هي القوى الخارجية المتحكمة قاسم سليماني والمبعوث الأمريكي والسفير الأمريكي هؤلاء استطاعوا أن يقنعوهم بأنهم الأكثر قدرة على خدمة أي مشروع من هذه المشاريع الإيراني أو الأمريكي وهم الذين سيثبتونهم على الكراسي وسيحكمون وسيأخذون ما يأخذون هذا همهم الآن همهم هذه القضية الآن كل المشاورات كل الحوارات كل الغرف المظلمة تبحث عن الشريك الخارجي ماذا يريد؟ ماذا نستطيع أن نقدم له أفضل من الآخرين؟ الدعم والكثير الآن يتسابقون من الذي يستطيع أن يقدم خدمة أكبر لهذا لهذا القادر الذي ماسك بخيوط اللعبة هذه كل القضية فلذلك الشعب لا يهمه على ذكر ما سماها طبعاً أحد شركاء العملية السياسية هذا العزوف الكبير أنها صفعة قوية للعملية السياسية ولي قواها نقطة فارقة ومفصلية أيضاً في مسار يعني مسار المواجهة بين الناس الشعب العراقي والعملية السياسية اللي صار عمره 15 سنة هذه أيضاً يفترض أن تكون نقطة فارقة ومفصلية على الجانب الآخر بالنسبة لقوى المناهضة لاحتلال التي عارضت المشروع عارضت المشروع السياسي مشروع الاحتلال جابهت في مواجهة لحد الآن هل هذه نقطة مناسبة لحظة مناسبة للتأسيس لمشروع للإنقاذ بالتأكيد يعني هذا الذي حصل اليوم هو أعطى دفعة قوية لهذه القوى المناهضة بأن ما كانت ارتأته منذ الأيام الأولى للاحتلال هو الطريق الصحيح وستشرفت هذه النتيجة التي حصلت اليوم وعليه بالتالي لا بد لهذا الشعب الذي قال كلمته اليوم بالرفض أنه يستمر ويثبت على هذا الرأي وأن يلتف على حول القوى الوطنية الحقيقية الحذار الحذار لهذا الشعب بأنه ينخدع بهذه الألعاب التي ذكرها الدكتور بالمناسبة ربما أحد الأساليب الخداع أنه اليوم يصور للشارع العراقي أن هناك نتيجة هذه القطبين الإيراني والأمريكي أنه أيهم الذي سينجح في الأخير هي مفاوضات وفي الأخير ستكون مثل ما سبق هناك مشروع يتزاوج بين المشروعين الأمريكي والإيراني لين يتفرد أمريكيا عن إيران ولا إيران عن أمريكيا هم يسيرون كما عبرنا أكثر من مرة تخادم المشروعين في العراق لكن تجاذبات في أيهم الأكثر قالنا القوى الوطنية اليوم مدعوة لإعادة ما ذكرته سابقا وعليها التواصل مع الشارع العراقي الذي قالك كلمته اليوم هنا لا بد أن أذكر بما عرضته الهيئة في 15 آب 2015 مشروع العراق الجامع مبادرة مشروع العراق الجامع الذي هو لا يقوم على التفرد بالسلطة ولا غيرها هو لا يرفض الانتخابات بل تقوم على الانتخابات على إرادة حرة لأبناء الشعب العراقي لاختيار قادتهم وممثلهم لكن باحتخابات حرة نزيهة بعيدة عن أي تدخل خارجي وبعيدا عن تلاعب هؤلاء الفاسدين المفسدين الذين أوصلوا للشعب العراقي إلى هذه النتيجة شكرا دكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة لأفية علماء المسلمين وشكرا أيضا لضيفنا الذي كان معنا لبضع الوقت بعض الوقت عفوا الأستاذ أحمد الأبيض الكاتب المحل السياسي العراقي في هذه الحلقة التي بحثت في المشهد السياسي في العراق ما بعد الانتخابات وهذه النسبة الكبيرة من العزوف الشعبي بالمشاركة في الانتخابات نتوقف عند فاصل قصير ليرفضنا دكتور رافع الفلاحي بما توصل إليه من خلاصة للنقاش الذي جرى في هذه الحلقة إذن دكتور هذه النسبة الكبيرة من العزوف الشعبي من المشاركة في الانتخابات هل تعني أن هذا المشروع السياسي قد فقد مبررات وجوده أخذ فرصته كاملة وبالتالي ليس من حقه من وجهة نظر الناس والرأي العام أن يستمر وأن يفسح المجال لمسار آخر لمشروع آخر يعني من البداية أستاذ ماجد ربما هذا المشروع من الأيام الأولى للاحتلال من عام 2003 هو فاقد لشرعيته وفاقد لقدرة قدرة على أقناع الناس لكن هذه ما سميت للصدمة والترويع هذه اللي استمرت 15 سنة هذه أذهلت الناس وجعلتهم في وسط كارثة كبيرة دوامة من الأزمات ربما ألهتهم ربما دفعتهم ربما قللت من قدراتهم لكن بالتالي هذه اللعبة بدأت عام 2003 لكن من سيرهي اللعبة هو الشعب العراقي شعب أي شعب في الدنيا عندما يواجه مثل هذه الكوارث هو من يستطيع تأتي الكارثة لكن من يستطيع أن ينهي هذه الكارثة وتغلب عليه هو الشعب الآن مطلوب من العراقيين بعد هذه الخطوة بعد أن قاوم بالسلاح بعد أن تظاهرات بعد اقتصامات بعد رفض الآن وصلت إلى مرحلة مفصلية الآن أعطى رأيه بالعملية السياسية ككل هم يحاولون أن يقول أن انتخاب هي القضية ليست من انتخاب انتخابات العمود الفقري لهؤلاء لهذه العملية الآن الشعب رفض هذا العمود الفقري ودأسه بأقدامه الخطوة القادمة هي المطلوبة هل هنا خطوة تتوقع خطوة؟ بالتأكيد لأن كل هذه العملية السياسية الآن كل هذا اللعب الذي يجري غير قادر أن يقدم شيئا للعراقين الشعب العراقي ينتظر ربما البعض منهم ينتظر البعض يتريث قليلا اللي يرى أنه هل هذا الرفض سيثمر عن شيء هل هؤلاء سيرعون يعني سيفكرون بشكل آخر لن يفكروا بشكل آخر غير قادرين وليس لديهم مشروع لنهوض بالعراق فبالتالي الشعب العراقي أمام مرحلة جديدة ستكون الكلمة له أولا وأخيرا هو من سيحدد الطريق وسيزيل كل هذه أنا أعتقد الآن وصلنا إلى مرحلة مفصلية في حياة الشعب العراقي شكرا دكتور أنا أعتقد إن شاء الله فرس بوابك إن شاء الله إن شاء الله شكرا